السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس معه التدرب على حل وضعية المشكل بتمثيل الوضعية بمخطط إذن دعونا نبدأ الوضعية الأولى تعاون خليل ومرام على إنجاز بحث حول النباتات التلقائية والنباتات المغروسة باستعمال الحاسوب فحمل خليل ستة صور للنباتات التلقائية وخمسة صور لنباتات مغروسة وحملت مرام أربعة صور لنباتات مغروسة وسبعة صور لنباتات تلقائية أولاً أتم الجدول بما يناسب المعطى العددي ستة مدلوله اللفظي عدد صور النباتات التلقائية التي حملها خليل المعطى العددي خمسة مدلوله اللفظي عدد صور النباتات المغروسة التي حملها خليل المعطى العددي أربعة مدلوله اللفظي عدد صور النباتات المغروسة التي حملتها مرام المعطى العددي سبعة مدلوله اللفظي عدد صور النباتات التلقائية التي حملتها مرام ثانياً أمثل مجموعة النباتات بمخطط سنمثلها على النحو التالي كما هو مبين الوضعية الثانية اقترح المعلم على تلاميذه اللعب باللوحة العجيبة فتوزعوا إلى مجموعتين وشرعوا في اللعب سجل كل فريق النقاط التالية لعبة الخروف الفريق الأول عشرة الفريق الثانية ثلاثة عشر لعبة الأرقام الفريق الأول ثمانية الفريق الثاني ستة أولاً أمثل مجموعة نقاط كل فريق بمخطط ثانياً من الفائز؟ أعلل إجابتي الفريق الثاني هو الفائز لأن تسعة عشر أكبر من ثمانية عشر ثلاثة عشر على أحدها ترجمة نانسي قنقر